ألقى ارتفاع سعر صرف الدولار بظلاله على المواطنين في كردستان العراق إذ انعكس هذا الأمر على أسعار المواد الغذائية وتسبب في ارتفاعها بصورة كبيرة يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا منذ نحو إسبوعين في الأسواق الكردستانية بحيث وصل سعر صرف المائة دولار أمريكي إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي بزيادة نحو ثلاثة دولارات عن سعر الصرف المعتمد الذي كان قد أقره البنك المركزي العراقي دولار أكو مزاد وده يطلع بس تعرف يعني همنا احنا جتنا نهاية سنة تغيير على جرد أكو كم بنك معاقب من قبل البنك المركزي فهذا السبب أثر على السوق وأثر على سعر الصرف أكو فرق هواية يعني بيننا وبين بغداد تقريبا من أربعمائة إلى خمسمائة دينار بالورقة الوحدة سبب صعر صرف الدولار إلى أنه قلت تعاملات أثر على بورصة أربيل أثر على بورصة أربيل وهو متفاوت أنه من صعد الدولار ما ثبت على صعده يصعد وينزل من قام يصعد وينزل أثر على أهل الصيرفات صارت أهل المكاتب صارتهم خسارات والأشخاص همينه همين تأثراوا لأنه قامت الأسعار تعلى عندهم ارتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كردستان تعتبر فرصة ذهبية للبعض من التجار ضعاف النفوس لغرض الاستفادة من افتراب الأسعار وتفاوتها ارتفاع الدولار يأثر تأثير كامل على السوق وخصوصا في مدينة أربيل لأن أكثر الأشياء في مدينة أربيل بالدولار يعني الشراء والبيع أكثر التعامل بالدولار فالشيء أكيد سيأثر على السوق وعلى الوضع وهذا حاليا بسبب ارتفاع الدولار السوق تقريبا شبه راكد يرى مواطنون وأصحاب محال الصرافة في أربيل أن هذا الارتفاع انعكس مباشرة على أسعار المواد حتى تلك المخزنة بكميات لدى المتاجر ومحلات الجملة والتجزئة ما أثر سلبا على المواطني بشكل مباشر قلق عارم يشتاح شارع الكردستاني بسبب فقدان الثقة بقدرة السياسة النقدية على ضبط الأمر ومنع استغلال هذا الارتفاع فهل ستعمل الحكومة على بث رسائل لزيادة الإطمئنان لدى المستهلكين وتدارك التذبذوي في سعر الدولار بالسوق العراقي لقناة الرابعة رياض الشمري أربيل